السلام عليكم الآن نتكلم على شابتر الثالث شابتر الثالث بتكلم على الانتر بنور الستراتيجي جينريتن ان اكسبلويتن نيو انترين في هذا المجال اللي بنتكلم فيه احنا لما بدي ادخل السوق كيف بدي اعمل مداخل جديدة في هذا المجال سواء في المنتج او كيف الاستراتيجي اللي انا بدمشي عليها في هذا المجال نيو انتر رفير تو اوفرنج نيو برادكت وانستابلشت او نيو ماركت يعني في عندي سوق واضح وانا بدأ اعطيه منتج جديد او حياتي اروح لماركت جديدة وابدأ فيها اوفرنج انستابلشت برادكت او نيو ماركت يعني هذي عندي منتج مجرب وماشي في السوق بس السوق هذي اللي بفتحه اليه جديد عندي مؤسسة جديدة عندي مؤسسة جديدة الانتر بنور استراتيجي براحلة اخفاتي تصحة جديدة جديدة تقدر من هذا العمل يعني هذا ينتكلم عليها مجموعة من القرارات والأفعال وردود الأفعال اللي هي في البداية بتعمل الجنريشن بتولد and exploit over time a new entry يعني هي بتوظف مع الوقت أو بتشوف مع الوقت كيف إنها تستفيد من المدخل الجديد اللي عندي في new organization a new entry generation عندي بدي يكون knowledge and other resources هذا اللي نتكلم عليها ال resources هذي بنعملها bundling يعني بنجمعها مع بعض نعمل assessment of the new entry في عندي ثلاث شغلات زي ما حكيناها entry strategy ريسك رودكشن strategy كيف بدأ قلل المخاطرة والorganization اللي عندي كيف أنا بدأ سويها وهذا بدأ تيجي معنا firm performance بتعطيني الأداء وهذه بدأ الأداء بعمل تغذية راجعة في هذا المجال بحيث إنه هذي أحسن على العمليات اللي جايها طيب لما بدأ تكلم على generation of a new entry opportunity إيش بدأتكلم عليه بدأتكلم على resources as a source of competitive advantage يعني الميزة التنافسية resources are the basic building blocks to affirm functioning and performance the input into the production of the process they can be combined into different way يعني زي بنحكيها a bundle of resources provide a firm its capacity to achieve superior performance resources must be valuable يعني مهمة rare نادرة inimitable يعني مش غير قابلة لإيش للتقليد coû 300 كيere taking our restaurants bundle that is valuable rare and living in immitable and interviewer need to draw from their unique experiences and knowledge market knowledge information with technology know-how and skills that provide insight into market and its customers الناس بالتكلم على التكنولوجيكات الناس بالتكلم على على information, technology, know-how, and skills that provide insight into ways to create a new knowledge في هذا المجال Assisting the attractiveness of a new opportunity نتكلم على depends on the level of information and willingness to make a decision without perfect information يعني فيتش عندي معلومات كاملة أو تامة وأنا بدي أخذ قرارات بناء عليها information in a new entry, إيش اللي بنتكلم فيها, prior knowledge and information search يعني أنا بدي أكون عندي بحث جيد عن المعلومات والمعرفة السابقة more knowledge ensure a more efficient search process اللي عندي search costs include time and money في هذا المجال the viability of a new entry can be described in terms of a window of opportunity يعني زي شباك الفرصة في هذا المجال comfort with making a decision under uncertainty يعني الشخص بدي يكون مرتاح اللي هو الريادة أنه ياخذ القرار تحت ظروف uncertain يعني هي مجهولة أو مش معلومة الآن في عندي trade-off يعني تبادل between more information and likelihood that the window of the opportunity will close and provide a dilemma for entrepreneurship يعني لما بستنى بدي يكون عندي معلومات كاملة يمكن الفرصة هاي تروع علي في هذا الوقت لهذا الشباب في عندي صباق مع الوقت يعني I have to act now or else I lose the opportunity error of commission negative outcome from acting on the perceived opportunity يعني أنا بعتقد أن الفرصة الآن سانحة ومتاحة وبشتغل عليها بتعطيني إيش خطأ في هذا المجال فبتعطيني نتائج سلبية في هذا error of omission اللي عندي lomission لأنه ما عملتش إيش 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 وظلت نستنى فراحت الفرصة في هذا المجال وصال باعتبر اتكلفتني انه انا ما اخدتش زمام المبادرة Decisions to exploit or not to exploit the new entry opportunity ايش منتكلم هنا على ال search والknowledge اللي عندي يعني انا بدأ ابحث في السوق وابحث كويس المعرفة المسبقة اللي عندي او المعرفة الحالية هادي تعطيني level of information in a new entry بتعطيني هذا وهذا في عندي ايش wonderful opportunity هدولة اتنين بديش هادي تاخد وقت تثير بحيث هذا يسكر عشان اقدر انا اخذ القرار عندي الان preference for error سواء عبر ال omission او commission يعني ال omission انا ما قمتش بأي مبادرة ال commission لا انا بادرت فيها هادي بتعطيني comfort with making decision under uncertainty الموجود عندي في الاخر انا بتقول لي القرار go or no go decision to exploit a new entry في هذا المجال being a first mover can result in a number of advantage get enhanced performance these include يعني انا لما ااخد المبادرة وانا اكون اول الناس اللي في السوق تعطيني cost advantage يعني التكلفة ميزة التكلفة less competitive rivalry rivalries اللي عندي انه فيش عندي منافسين او منافسين قلة opportunity to secure important supplier and distributor channels يعني انا لو بدي اجيب supplier اللي هم موردين او موزعين environmental instability and first mover advantages or disadvantages الانترابنور must first determine the key success factor of the industry being targeted for entry are influenced by environmental changes في هذا يعني التغيرات اللي في البيئة هذه اللي ها داخل فيها مثلا environmental changes are highly likely in emerging industry يعني في الصناعات الحديثة او الداخلة على الخط التغيرات هذه دايما عالية الدرجة انها تحصل فيها demands and certainty difficult to estimate the potential size of the market how fast it will grow and the key dimension along with with it will grow بعرفة قديش حزم الشسوق قديش تطلب على هاد المنتجات هادي دايما تدخل انت بيئة مجهولة هل هذا حيلاقي طلب في السوق هل الناس هتتجاوب معه والله فاز اوت انه مش هتمشي معي لانه انا اول الناس اللي بيحاولوا في هاد المجال تكنولوجيا تكنولوجيا انسر تينيتي difficulty in assessing whether تكنولوجيا will perform and whether alternate تكنولوجيا will emerge and leapfrog over current تكنولوجيا difficulty in adapting to new environmental condition يعني هاد كيف الناس بدها تتأقلم مع الظروف الجديدة اه انتربنور attributes of persistence and determination can inhabit the ability of انتربنور to detect and implement with a change يعني بشكل عام بده يعني يحس في ويطبق التغيير هذه القدرة قدرة الانتربنور customers and uncertainty first move advantages and disadvantage uncertainty for customers difficult in accurately assessing whether the new product or service to provide a value for them يعني الناس الزبايد هل هاد هتكون لها قيمة لهم والله لا طبعا هاد مش معروفة overcome customers uncertainty by كيف انا بدي ممكن اتغلب على هذه عبر التالي informational advertising يعني انا بدي استخدم الدعاية اللي يعني بعرض الخدمة عليهم او بعطيهم فكرة يعني معلومات عن المنتج هاد دعاية بسميها information يعني انا بفرجي ميزة هذا المنتج highlighting product benefit over substitution يعني بحكي يمكن بتطلع على الفيس بتطلع على social media بتلاقي هاد كتير ناس بتحكي عن حاجات انتو مش يعني مش تعرفوهاش قبل او منطقتنا مش معروفة فبتقول لنا هاد الشغلات كيف انها بتسهل علينا حياتنا creating a frame of reference for potential customer وهذا دائما كيف انا بدي احط اطار لمين هم الزبائن المحتملين في هذا المجال educating customers through demonstration and documentation احيان بروح وبعرض عليهم المنتج او في الدعايات بعرض كيف المنتج هذا او الخدمة هاد كيف بتسهل عليهم او كيف بتريحهم او كيف بتلبي الرقبات اللي عندهم في حاجة نسميها lead time and first mover هذه الادبانتج والتس الادبانتج lead time اللي هي الفترة اللي انا كاول مبادر في هذا الحقل تحت ظروف معينة كيف هذه انه في الشي في الشي منافسين اللي يعني او حجم المنافسين بيبقى قليل بيسموها lead time lead time هذا حاجة مهمة جدا لانه بيعطيني فرصة انه انا اكون مميز في السوق او وحيد في السوق طب كيف ممكن انا امدد هذا lead time في عندي عدة شغلات حاجة بنقول erect barrier to entry buy يعني انا بدي اقيم حواجز لأي حدا بدي يدخل عن طريق ايش building customer loyalty يعني زبون بدي خلي موالئ لي يعني مش سهل حدا ييجي ياخده مني building switching cost يعني انا برضو بدي اغير في التكلفة يعني بحيث انه اقلل في التكلفة في هاد المجال او ازود في التكلفة بحيث انه اللي بدي يدخل مش سهل يدخل ويربح protecting product uniqueness يعني الحاجة الميزة اللي هاي فيش حدا بقدر بديش اعط معلومات عنها الاخرية security access to important resources of supply and distribution يعني انا الحاجات اللي بتجي اللي بتميزني عن غيري بديش الناس التانية اتصل الها فهذه مهمة جدا يمكن احنا حتى سابقا يلاحظ يمكن اول مفتحة الكناف النابورسية عندنا في غزة النابورسية موجودة من زمان لما اجوا اهل الضفة وجابوا مواد خام من الضفة ليعمل الكناف النابورسية خصوصا نتكلم على الجبنة النابورسية اخدوا ادبانتج في السوق فصار يعني لالناس التانية بدك تجيب ابضاعة زيه واخدت وقت لحد الناس اهل غزة وصلوا لنفس المصادر اللي عند هناك وصار يجيبوا اجبان من نفس النوع في هذا المجال فهذه انت مثلا عندك حقول وبتنتج خلينا نقول انا عنده مطعم وبدأ اعمل ميزة تنافسية مثلا انا بتكون اللي مزارع او بعمل مزارع مثلا خلينا نقول بتنتج منتجات صديقة للبيئة فهاي بصير عندي ادفانتج لانه هاي طعمها خاص الصلطة اللي فيها مثلا طعمها خاص اللي عندي هذا طعمها طبيعي فاكه اللي عندي فكل هذا بعطيني ميزة كيف انا بدأ قلل المخاطرة للشركات الجديدة ايش انا بدأ اعمل عادة المخاطرة بتيجي من ايش في حاجات مجهولة بالنسبة لي لطلب في السوق التطور التكنولوجي وكيف يعني فعل افعال المنافسين ايش بدهم يعمل طب بي عندي تو استراتيجي استراتيجي لا اعمل ايش روداكشن للانسراتينتي اول استراتيجي بنسميها ماركت سكوب استراتيجي فوكس ان واتش دا كستمر جروب تسيرب ان حاو تسيرب يعني عند اشوف مين المجموعات الزباء التبعتي اللي انا بدأ خدمهم وكيف انا بدأ خدمهم الطريقة الاستراتيجية التالية بسموها imitation involved copying the practices of others يعني التقليد انا بدأ انسخ ايش الناس التانية بيعملوا في هذا المجال الماركت سكوب استراتيجي حاجة منسميها narrow سكوب استراتيجي for involved offering a small product range to a small number of customer groups to satisfy a particular need يعني منتجات يعني حجم صغير او عدد صغير من المنتجات لقطاع صغير من الزبائن فهذه بحدد فيه بصير انا بتوجه لهم بشكل جيد في الادبرتازنج او في الماركتنج اللي انا بدأ عملها فوكس on producing customized product localized business operation and high level of craftsmen يعني شب اللي انا هذه منتجات زي صناعي دوية انت بتعملها خاصة بالناس معينة هذه بتصير انه اللي بدي هي بيجي لكم استعدد فعلك السعر البداية دوية ونحن اللي بدي انا اللي بدي زي مين اللي بيقوموا بها مثلا جامعيات او المؤسسات او الناس اللي بيشتغلوا في مجال التطريز هادي ناس قلال بس الدخول إليها مش سهل لأنه هذا كله شغل يدوي الشغل اليدوي بتطلب مهارات عالية في هذه المهارات العالية بتلاحظ حتى الأسعار تبعتها عالية في السوق فاللي داخل على هذا السوق عارب إيش فيه والشريحة اللي بتهتم تشتري أمور زي هيك هي قليلة في المجتمع فهي عادة مستعدة تدفع يعني الآن يعني هادي عدد كبير من المنتجات بتخط كل الشرائح المختلفة هادي الستراتيجي إمرجي ثرو دو انفرميشن بروفايد باي ليرنينج براسس اللي عندي أوبن دفيرم أبتو ماني دفيرن فرون سوف كومبتش هادي طبعا بتبقى مفتوحة مع المنافسات اللي عندها ها في الشي انت بتنافس شو واحد انت بتنافس الكل بشكل حي reduce risk associated with the market and certainty but increase exposure to competition هادي ايش بتصير انت يعني هتاخد شريحة وبرادك اللي بمشيش التاني بغطى عليه بس هادا انت فحالك لكل انواع الاش المنافسة في هذا المجال الآن الامتش هادي أبسط why do it ليش it's easier it's easier to imitate the practice of a successful firm سهل جدا انه انا اقلد الناس ناجحة it can help develop skills necessary to be successful in the industry provides organization legitimacy يعني انت لما تقلد الناس بيصير زيهم التازف imitation strategy franchising اللي هي انا بفتح فروع لناس هما المعادلة عندهم شغالة زي مثل مكدونالد زي كمتاكي فرايدي تشيكن زي برغر كينغ هدولا مؤسسات ناجحة زي البيك انا بس بدفع رسوم وباخد كل سر الخلطة اللي عندهم وهم اللي بيعمل الدعاية هما يعني الماضل عندهم انا بقلد كل اشي موجود عندهم يعني الان ميتو strategy that already exists and attempting to build advantage through minor variation يعني انا باجي عالسوق بشوف حاجة الناس بكلها بتطلبها باجي بدخل عليها وبعمل زيها بتغيرات بسيطة في المنتج او الخدمة في هذا المجال الميتيشن strategy can potentially reduce entrepreneur costs associated with R&D research and development يعني باجربش ولا بقعد ابحث عن اي شغلة customer uncertainty over the firm يعني الزبون بيجي بشوف فيه زي الناس التانيين make new entry look legitimate from day one يعني من يوم واحد الناس بشوف انه هذه شركة زي هذا الباقي يعني رسمية في هذا المجال المانيجين الجديد كيف liability of the newness arises from unique condition cost in learning new tasks لما أنا بدأ تعلم مهام جديدة conflict arising from overlap or gaps in responsibility في عندي المسؤولية بناس بدخل عبعض أو في فراغ بي سير unestablish informal structure of communication اللي عندي a new firm need to educate and train employees يعني بيدرب وعلم الموظفين تابعه facilitate conflicts over rules promote activity that foster informal relationship and functional corporate culture في هذا المجال السير of assets of newness اللي عندي إشي الاسس lack of established routine systems and process provide a learning advantage a heightened ability to learn new knowledge in a continuous changing environment is an important source of competitive advantage يعني هذا عنده قدرة أنه يتعلم كل شيء بسرعة في هذا المجال بشكل عام يعني المدخل الجديد أو الشركة الجديدة في عندها تحديات عدة سواء على صعيد الإدارة على صعيد السوق على صعيد المنتج على صعيد الموظفين لأنه كل شيء جديد وبدأ يتعلم قديش وهذه طبعا في مخاطر كبيرة في هذا المجال فأحنا بنعالج هذا المخاطر عن طريق أنه يعني نشوف عالية أنه سواء بالتعليم بالتدريب بمعلومات تانية لنتغلب عليها بشكل عام هيك بنكون خلصنا chapter 3 ويعطيكو العافية يا سعبان شكرا